عقد برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين الذي تم توقيع إنشائه بين وزارتين الإسكان والإعلام ويتضمن الحي الأول والواقع في مشروع مرسيا بضاحية الجوان شمال الرياض بمجموعة من المزايا الإسكانية التي تصب في خدمة منسوبي وزارة الإعلام وكذلك الإعلاميين من حامل بطاقة المهني الإعلامي وذلك بهدف خلق بيئة سكنية جاذبة توفر مزيدا من التميز والخصوصية في مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص حيث يتيح المشروع للإعلاميين الحصول على وحدات سكنية متميزة ذات طابع منفرد وتهدف الورشة إلى الوقوف على احتياجات وتطلعات الإعلاميين بما يضمن تحصين جودة الحياة وتوفير الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته